سبتة اسم مدينة أشهر من نار على علم في عالم الهجرة مدينة مغربية الأصل تخدع للسلطات الإسبانية امتدادها الجغرافي في شمال المغرب وقربها من السواحل الإسبانية يجعلها أشهر المسالك للهجرة غير نظامية ومنفدا لمهاجرين من جنسيات مختلفة للوصول إلى أوروبا عبر إسبانيا عوامل تدفع بالآلاف لاجتياز السياج الحديدي لمعبر باب سبتة أو السباحة في المياه المتوسطية ما يقارب نصف سكانها هم من أصول مغربية مشاهد المهاجرين السريين في شوارعها أصبحت معتادة تشكل جزءا من واقعهم اليومي ما يؤجج الرغبة لدى المهاجرين في الدخول إلى سبتة هو ما يصلهم من صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشباب تمكنوا من الوصول إلى إسبانيا الأمر الذي يزكي لديهم الرغبة في الهجرة بأي طريقة في سبتة يتم وضع القاصرين في مراكز للإيواء فيما يكمل الشباب البالغون مغامرتهم إلى أوروبا سبتة بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين من جنسيات مختلفة مجرد ممر ونقطة عبور إلى إسبانيا ليست سبتة هي الهدف البيانات الإسبانية الرسمية أظهرت انخفاضا في عدد المهاجرين الوافدين على إسبانيا بحرا عن طريق مدينة سبتة بما نسبته أكثر من 60% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وسجلت أيضا 1154 حالة عبور غير قانوني برا إليها الوصول إلى هنا رحلة لا تخلو من مخاطر مخاطر تشكل أبرز التحديات في تدبير ملف الهجرة الملف الحاسمي في مستوى العلاقات بين الرباط ومدريد علاقات يتوقع أن تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات القادمة خاصة مع إقبال البلدين على تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم لألفين وثلاثين رفقة البرتغال فدوى المرابطي قانت الغد من سبت المحتلة